نحو المربع الأول من الإغلاقات الجزئية والشاملة عاد العراق مجدداً بعد أن وصل الوضع الوبائي في البلاد بسبب فيروس كورونا إلى الحد المقلق اللجنة العليا للسلامة الوطنية قررت أيضاً فرض غرامات مالية على كل فرد لا يرتدي الكمامة مع إجراءات منع التجمعات نتيجة للإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بإسناد الجهات القطاعية كانت حقيقة نسبة الإصابات بالعراق وصلت إلى بحدود 500 إصابة باليوم والواحد ولكن للأسف عدم التزام المواطنين بتعليمات وزارة الصحة أدى إلى زيادة نسبة الإصابات نلاحظ اليوم عودة التجمعات مجالس العزاء المولاة الأسواق وزارة الصحة ناشدت الجميع تحمل المسؤولية من نقابات ومنظمات مجتمع مدني وتجمعات عشائرية من أجل السيطرة على الفيروس وعدم السماح بدخول السلالة المتحورة إلى البلاد داعية الجميع إلى الابتعاد عن حالة التراخي الكبيرة في الإجراءات الوقائية من قبل المواطنين والقطاعات العامة والخاصة بالنسبة للسلالة الجديدة لحد هذه اللحظة لم يثبت تسجيلها في العراق رغم أنه أمر متوقع وممكن خلال أيام سنكمل تحديث مختبراتنا الرئيسية في العراق لكي نتمكن من تشخيص هذه السلالة المتحورة داخل العراق ولن نحتاج إلى المختبرات المرجعية وزارة الصحة دعت الجهات الرقابية إلى تجديد إجراءاتها على المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية والتجمعات البشرية واتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة بحق المخالفين العودة غير المحمودة لارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا تدخل العراق مجددا في دائرة الإغلاق القسري إغلاق يأمل الجميع أن يكون مؤقتا خصوصا وأن تداعياته لاقتصادية ستكون كارثية على مختلف القطاعات حيدر لأساديس كاي نيوز عربية بغداد